السلام عليكم تلميذي الأعزاء إن شاء الله كامل تكونوا بخير إن شاء الله كامل تكونوا على خير في الحصة الماضية درسنا متمن أشغاله ذو تعاقب الوحيد والخطي وقلنا باللي كان خمس تعاقبات تعاقب الأو تعاقب الواو تعاقب الإعادة المرحل وقفص المرحل في هذه الحصة سوف نتطرق إلى تعاقب المتناوب ولا نسميه كذلك تعاقب الاختياري ولا كذلك نسميه تعاقب الأو بل لا نعطيكم الطريقة لرسم المتمنى لأشغاله الشروط من دفتر الشروط لẫn نعطيكم بنيات داخلية إذن هذه بنية داخلية لأشغاله اثنين كما تلاحظون كما تلاحظون هذه الأشغاله اثنين فيها تعاقب أو هذا تعاقب الق염 كيف تعرفتم ركزوا معي ركزوا على مرحلة واحدة ونتظر ستلاحظوا كين تفرعوا الاول والتفرع الثاني وين كين تفرعات قادر يكون تعاقب الق Sadly يكون تعاقب الق abide ق drei قض damaged are and m أركزوا معي من لاحصة تلاميذ الجعائز. الإذاً مش لاكم تلاحظوا في المرحلة 20 تفرع كان خط مستقيم. كما تلاحظوا خط مستقيم 1. وهنا في التفرع أول مجموعة من المرحل. وتفرع ثاني مجموعة من مرحلة لازم يكونوا كينين للمرحل. فرع الأول في مجموعة من مرحلة كما مرحلة 22 23. وفرع الثاني وش فيه مرحلة 24. إذاً مش نقل في هذه الحالة؟ هذا تعاقب ولا نسمي تعاقب. إذا تلاميذ الأعزاء كما تلاحظون مرحلة 21 فيها فرعين لازم كل فرع يحتوي على عملية مجموعة من المرحل إذن هذا الفرع يسميه يسميه عملية 1 وفرع الثاني يسميه عملية 2 قادر يكون تفرع الأو في ثثة عمليات سيكون في ثثة تفرع ملاحظة أخرى تلاميذ الأعزاء بما أنه في خط واحد إذن واش نسميه تعاقب الأو لو كان يلقوا خطين متوازين مع بعض سميه تعاقب الأو بما أنه في خط واحد ركزوا معي منك كلمة او بما أنه في حرف واو في حرف واو واحدة إذن واش نكتبه نكتبه الاو من بعد تلاميذ الأعزاء ستسألوني السؤال أستاذ كيف نعرف باللي يعطى لي تعاقب أو انطلاقة من دفتر الشرط طريقة بسيطة جدا إذا مشح يعطي لك يعطي لك دفتر الشرط بهذا الشكل وش يقول لك تحتوي هذه الأشغلة على عمليتين ولا شي يقول لك تحتوي على فرعين مع أنتها كائن فرعين قد تكون فيها ثم عمليات قد تكون فيها ربع عمليات ولا أربع أفرع وش يقول لك اهنا نعتبر وعطينا التعاقب أو فيه عمليتين وش يقول لك تحتوي هذه الأشغلة على عمليتين ولا فرعين متناوي بيني حيث يعطي لك دفتر الشرط تعالفرع الأول هو مجموعة من مراحل متسلسلة ودفتر الشرط تعالفرع الثاني أو عملية الثانية هي مراحل متسلسلة إذن وش يكتبكم يكتبكم بهذا الشكل العملية واحد ولا فرع الأول يكتبكم يعطيكم دفتر الشرط خاص بها وشي هو مجموعة من المراحل كما هنا العملية واحد شاكم تلاحظوا فيها مرحلة الثانين وفيها أفعال وبعدها ينتهي الفعل واحد يجي مرحلة ثلاثة عشرين وبنصل الطريقة وش يقول لكم العملية الثانية ولا فرع الثاني ويعطيكم دفتر الشرط خاص بها مجموعة من مراحل لازم تكون كل فرع لازم فيه مجموعة من عمليات ما يكونش فارق لو كان يكون فارق وش راح تولي يتكون تولي إعادة المراحل ولا قفزة المراحل هذا احتمال الأول احتمال الثاني وش يقول لكم إذا كان أو كان وش يقول لكم إذا تحقق الشرط الأول ها شرط العملية واحد يعطيك دفتر الشرط يعطيك أفعال متسلسة فيحدث كذا ثم كذا ثم كذا وإذا تحقق الشرط الثاني هو شرط العملية ثنين ما هو쉽ة تعمل ثعت بشرح ثانية كما هو ا uses تعقب الـ مجموعة من عملية التصني SAT تعقب الـ مجموعة المتسلسلة تلاميذ الأعزاء ما هي الأخطاء التي يجب تجنبها في تعاقب الأو؟ إذن تعاقب الأو لا ترسم بهذا الشكل تعاقب الأو لكل عملية عندها شرط خاص بها عندها الاستقبالية خاصة بها إذن لو كان نخدمه بهذا الشكل وكأنه نقول مرحلة 22 و مرحلة 25 ينشطه يجب أن يتحقق نفس الشرط هذا يسمى خطأ علمي إذن تصحيح التحوش هو أن كل تفارع يبدأ بشرط خاص به إذن مرحلة 22 يجب أنها شرط خاص بها ومرحلة 25 يجب أنها شرط ثاني خاص بها هذا الاحتمال الأول إذن تلاميذ الأعزاء هذا ما نسميه؟ نسميه تباعد أو لماذا تباعد أو؟ لأنه لكم تلاحظوا في التفارع المرحلة 22 و 25 بعده لها بعضهم كأن خطأ الثاني الشائع وما هو تعاقب الأو؟ مستحيل أن ينتهي بمرحلة فارغة بهذا الشكل وشكل تقول لي مرحلة 34 و 37 يحققهم نفس الشرط هذا يسمى كذلك خطأ علمي إذن تلاميذ الأعزاء هذا ما يسمى؟ يسمى تقارب الأو لازم كل فرع ينتهي بالقابلة بالاستقبلية لازم هذه مرحلة 34 يحتاج لها شرط 3 ومرحلة 37 يحتاج لها شرط 4 مع أنها كل فرع ينتهي بالاستقبالية وكان ملاحظة أعزاء الأعزاء أخرى ويحوش هي أن شرط الأول لا يسوي شرط الثاني ما معنى؟ ما أنهذا المناس يلاحي respuesta الثاني ونجامي شرط الواحد يسوي شرط الثاني وكذلك شرط الثاني لا يسوي شرط أربعة إذن هذه الأمور خاصة بيواش بالمونية المتناوبة أو تعاقب الأو إذن تلاميذ الأعزاء حصتنا اليوم هي 49 خاصة بالمتمن تعاقب المتناوب الأو تلاميذ الأعزاء أذكركم بالسلسلة خاصة بالمتمن الحصة الماضية درسنا تعاقب بواحد حصة 48 واليوم راح ندير تعاقب المتناوب وهنا راح يبقى عرب حصص وما بقى نشب الزهب بإذن الله نكمل في أقرب وقت فاصل ثم نواصل إذن تلاميذ الأعزاء نبدأ بأول مثال كما كنت لاحظون مثال أولا أعطيتكم مناولة هيكالية لنظام آلي هذا النظام آلي وظيفته وظيفته ملء الدلاء بزيت الزيتون حسب الحجب إذن هذا جزء من نظام آلي إذن هذه الأشغولة تسمى أشغولة ملء الدلاء أولا وش لازم نديره تلاميذ الأعزاء رحوا متمن تنسيق الأشغولات نبحثوا على أشغولة ملء الدلاء كما تلاحظون ملء الدلاء رقمها واحد من بعدها تلاميذ الأعزاء رحوا نبحثوا في المتمن قيادة والتهيئة نبحثوا على الأفعال تشغيل آلي ومواصل تشغيل حتى نهاية الدورة لقينا X104 من بعد تلاميذ الأعزاء يجب علينا إحضار دفتر شروط خاص بهذه الأشغولة لازم يكون مكتوبة لها أشغولة ملء الدلاء حسب الحجم وآخر حاجة وأهم حاجة تلاميذ الأعزاء يحضر جدول اختيار تكنولوجيا لأشغولة ملء الدلاء من بعد تلاميذ الأعزاء نبدأ نرص ممتمن أشغولها قبل أن نرص ممتمن تحت الأشغولة الملء رقزوا معي مني نحن نعطيكم سيميلاسيو سؤال مطروح إذن هذا خزان زيت الزيتون يحتوي على إلكتروفان UV1 هذا إلكتروفان واحد ما الذي سيفعله؟ سيملأ الدلاء حسب الحجم سؤال مطروح إلكتروفان كيف يعرف بلي أوصله الدلو الكبير وكيف يعرف بلي أوصله الدلو الصغير لأن الدلو كبير يملأه لمدة زمنية أكبر من مدة زمنية للدلو الصغير سؤال مطروح كيف يعرف إلكتروفان الدلو الكبير والدلو الصغير الإجابة سوف تكون عبر المحاكة تركزوا معي إذن أولا تلاميذ الأعزاء يتم تقديم الدلاء إلى مركز الملء عن طريق البساط المتحارك وهذا البساط يتحكم في محرك آم واحد إذن المرحلة الأولى تحتوي على فعل الأول وهو الدوارات المحرك ركزوا معنا ما الذي سيحدث عند وصول الدلو الكبير ما الذي يلتقطه؟ يلتقطه CP1 والCP2 في آن واحد إذن كيعد CP1 يساوي واحد والCP2 يساوي واحد إذن وش معنا تواصل الدلو الكبير إذن هنا في هذه الحالة إلكتروفان يفتح لمدة زمنية طويلة أكبر من مدة زمنية خاصة بالدلو السغير إذن يفتح لمدة قدرها مثلا أربع ثواني ربع ثواني كافية لملأ الدلو وعند انتهاء زمن تجريد يغلق إلكتروفان واحد ثم يدور المحرك مرة أخرى لماذا؟ لكي يجري بالدلو السغير حتى وصلو الدلو السغير ماذا تلاحظون CP1 ماذا يساوي؟ يساوي واحد وCP2 ماذا يساوي؟ يساوي الصفر إذا كيف يعرف إلكتروفان كبير أو� homepage إنتما فätلاقا من الملطقة إذا كان CP1 في CP2 يساوي واحد واحد معناها دلو كبير وإذا كان CP1 يساوي واحد وCP2 يساوي الصفر معناها دلو الصفر معناها CP1 في CP2 바� culp ومش معناها CP2 bar waving Mind Online من بعد تلميذ الأعزاء سنزيد دلو كبير كيف أعرف إلكتروفان دلو كبير لأنه CP1 تسوي على CP1 في CP2 يفتح لأربع ثواني إذن تلميذ الأعزاء بعدما كملنا المحاكة وشاكم تلاحظوا أن هذا الإلكتروفان عنده احتمالين إما الإحتمال الأول هو الدلو كبير أو إحتمال الثاني هو الدلو الصغير إحتمال الأول يحتوي على مراحل متسلسلة أو ماذا؟ أو إحتمال الثاني يحتوي على مراحل متسلسلة إذن تعاقب هذا وشيوه؟ تعاقب أو معليش ميحابين نرحوا نشوفه في دفتر الشهر إذن هذا تعاقب وشيوه تعاقب أو؟ ميكيف فهنا عرفوا أستاذ أنت لقم دفتر شهر ركزوا معي منيح التلميذ الأعزاء هاي نبدأ ونرسموا المتمن أول حاجة وشكونا ركزوا على السؤال أسكت لاب مني منتمن منجة نظر جزء التحكم ولا منتمن منجة نظر جزء المنفذ إحنا ديما نخدمه منتمن منجة نظر جزء التحكم إذن منفذات المتصدرة أكتب عليها الأفعال والملتخذات أكتب عليها استقبليات بعد تلميذ الأعزاء نروحوا منتمن تنسيق الأشغولات نحاوسوا على أشغولات ملء الدلع كما تلاحظون رقم الأشغولة هو واحد إذن وش ندير في هذه الحالة؟ نرسموا مربع مزدوج في خطين متوزين نكتبوا رقم واحد بعدها نرسموا مرحلة ابتدائية ترقيمها واحد معناتها رقم الأشغولة ورقم الآحد صفة معناتها مرحلة ابتدائية إذن رقم عشر بعد هذه المرحلة عندها استقبالية استقبالية وهذه وش لازم تكون؟ تكون إشارة نداء منتمن تنسيق الأشغولات على شكل اكس واحد اسم هذه واحد ستكون اكس واحد اسمها اكس ثلاث ستكون اكس ثلاث في ماذا؟ في مرحلتين من 8 قيادة والتهيئة اللي هما إذن تشغيل آلي أو مواصلة تشغيل نهاية الدورة إذن تشغيل آلي رقمها اكس مية وربعة أو مواصلة تشغيل حتى نهاية الدورة أو طلب وتوقف نهاية الدورة ترقيمها اكس مية وخمسة إذن مش نقولوا اكس مية وواحد في ماذا؟ في اكس مية وربعة او اكس مية وخمسة بعد تلميذ الأعزاء بعد ما اخدمنا هذا ورحو نقرأوا دفتر الشروط نقصبهم بحرف الفصلة والوصلة إذن شغولة الملء الدلاء حسب الحجم وش قيلكم؟ إذن أول فع تلميذ الأعزاء يتم تقديم الدلاء عن طريق بساط واحد وعند وصول الدلاء إلى مكان الملء يتم ملء إذن مرحلة الأولى وش فيها؟ فيها دوران المحارك إذن وش ندير مرحلة أحداش بعد نشوف المحارك آم واحد وش هو المنفذ المتصدر الذي يتحكم فيه كآم واحد إذن هنا مل الذي أكتبه كآم واحد من بعد تلميذ الأعزاء بعد ما تنتهي مرحلة أحداش وش قيلكم؟ وعند الوصول الدلاء إلى مكان الملء يتم ملءه حسب الحجم من بعد ما ش قيلكم؟ إذا كان الدلاء كبير أو إذا كان الدلاء صغير ما عندك إذا كان إحتمال إحتمال أول وإحتمال ثاني إحتمال أول شيء فيه فيتم ملءه عن طريق إلكتروفان مجموعة من مرحلة متساسلة وإحتمال ثاني فيتم ملءه عن طريق الكهارو صمم وفي واحد لمدة ثني ثاني كذلك مرحلة متساسة إذن هذا التعاقب ماذا يسمى بما فيه أو إذا كان أو أو وكل تفرع في مرحلة متساسة إذن هذا تعاقب أو اختيار إذن في هذه الحالة تلميذ الأعزاء كده كين فرع كين فرعين إذا كان الدلاء كبير أو دلاء صغير إذن هنا وش نرسمه نرسمه تعاقب أو إذن وش هو تعاقب أو تلميذ الأعزاء تعاقب أو كده في حرف واحدة إذن وش نديره في هذه الحالة نرسمه خط مستقيم وواحد من بعد تلميذ الأعزاء نرح السواء كيف كانت تفرع هنا؟ كيف كانت عملية؟ كانت عملية ثانية عملية الأولى تملأ الدلو الكبير و عملية الثانية تملأ الدلو الصغير كيف كانت احتمال؟ احتمال أول نرسم له استقبليته والاحتمال الثاني نرسم له استقبليته إذا تلميذ الأعزاء بها مبسط لكم هذا الفرع الأول راح نملا به الدلو الكبير وهذا التفرع الثاني وشحن اكتماله دلو الصغير هيا ركزه مع عمله. إذا تلاميذ الأعزاء الدلو كبير، كيف يددكته؟ عندما يأتي الدلو الكبير سي بي واحد. ما هي حالة سي بي واحد تسوي واحد؟ إذا يأتي الدلو الكبير عندما يكون سي بي واحد واحد و سي بي اثنين واحد. إذا ما هي الاستقبل؟ ما سنقول و؟ ما معناتها سي بي واحد في سي بي اثنين؟ ما نقول وصول عمله الكبير؟ أما الدلو الصغيرة، كما رأنا ما هي حالة سي بي واحد سي بي واحد ، السي بي واحد لما يأتي الدلو الصغيرة لاحظ improves بالكثير من الواحدة الراحلات سي بي واحد وهو سي بي اثنين سي بي واحد解 hoy على وقفهم كما بвар. إذا ساي بي أ subir ett sports masculino، كيف تكون ساعدة سي بي واحد في سي بي اثنين ضار. oned in a siya Protest имะ أتنسيو لا تكتب الى سي بي واحد لازم تكتبه لو كان قد يكون قد ديها هكذاك غالط. غالط لماذا لو كان تكتب cp1 لو كان يتحقق cp1 يطور متمن منه ويطور منه فائن ويتعقبه لازم تكتب حالة ملتغطة كامل اوكي اذا في هذه الحالة دالو كبير شكون يديدك cp1 و cp2 ودالو صغير شكون يديدك cp1 و cp2 بعد تلميذ الأعزاء أروحي نبدأ بدالو كبير اذا في دالو كبير اوشي قالكم فيتم ملؤه عن طريق كهروة صمام او في واحد كهروة صمام اوحد يستقل لازم له مؤجل لمدة اربع ثواني إذاً هذه المرحلة كده فيها فعل؟ فيها الفعل الأول فتح الإلكتروفر لمدة 4 ثوانين بعدها تلميذي الإعزاء رحوا جدوى الاختيار وفي واحد يتحكم فيه كاو في واحد وزمن تأجيل مؤجدد وكبير هي T1 معجلسكيل إذاً مرحلة 12 هذه وش نكتب فيها فعلين؟ الفعل الأول هو كاو في واحد يفتح لمدة ماذا؟ T1 بعدها استقبليات نهاية مرحلة 12 هي نهاية زمن تأجيل إذا ما نكتبه تي واحد من سكيل لمن زمن تأجيل لإكس 12 كم مدة زمن تأجيل أربع ثواني وهنا تلاميذ الأعزاء كملنا فرع الأول وكملنا بالاستقبالية أرى نصح إذن في التفرع أو كل تفرع لازم يبدأ بالاستقبالية وينتهي بالاستقبالية هنا كملنا جهة الأولى رحوا للجهة الثانية رحوا إذا كان دالو صغير وش قلنا إذا كان دالو صغير فيتم ملؤه عن طريق كهرو صمم أو في واحد فعل أول لمدة ثني ثانية فعلين إذن بعدها نروحه جدوى الاختيارات التكنولوجية إذن كاوفي وعندنا نفس إلكتروفان هو كاوفي واحد مي وش في هاش يتبدل أحي يتبدل في الزمن تأجيل إذن كاوفي 2 يفتح لزمن تأجيل أقل وزمن تأجيل ثاني ماذا يسمى تي 2 مؤجل الدالو صغير وهذا الزمن تأجيل تي 2 وش يسوي ثانية إذن مرحلة ثناث وش يكون فيها كاوفي واحد نفسه مي سيختلف زمن تأجيل تي 2 ونهاية مرحلة 13 وكتر تنتهي مرحلة 13 عند نهاية الزمن تأجيل تي 2 نكتبو تي 2 من سكيل سلاش إكس 13 سلاش 2 ثانية مبعدها تلميذ الأعزاء هنا كملنا كل شيء وش نديره نغلقه تعاقب أو بهذا أشاك بهذا الشاك إذا منا وش درنا تباعد أو مبعدها كيكملنا وش نديره تقارب أو مبعدها تلميذ الأعزاء أرطنص يديره استقبالي هذه أرطنص يديره استقبالي هذه لماذا في شرط التطور لازم تكون مرحلة استقبالية مرحلة بعدها تفرع استقبالية مرحلة استقبالية لازم هنا تجي مرحلة صحيح نزيدوا شوف فرعة ثانية مرحلة استقبالية مرحلة استقبالية مرحلة استقبالية لازم تجي هنا مرحلة هنا تلميذ الأعزاء كمنا متمن أشغل واحد بعدها تلميذ الأعزاء أي متمن أشغل ينتهي بمرحلة الانتظار إذن ترقيمها حيكون 14 هذه المرحلة 14 ستعطي جواب على شكل إشارة جواب اللي هي X14 ومن بعدها كل مرحلة الانتظار تنتهي بالاستقبالية استقبالي بما انه هذه استقبالية تحت اكس واحد هنوش نكتب اكس واحد بار مع انت غياب نداء الاشغولة واحد ومن بعدها نرجع الحالة الابتدائية للمرحلة عشرة ونديروا سهم التوجيه وهنا تلاميذ الاعزاء كمنا متمن من وجود نظر جزء التحكم لاشغولة واحد واللي فيها تعاقب او تلاميذ الاعزاء بعد ما كمنا هاتي الاشغولة ايضا نزيده ونشاهدوا خدمة اعنا صحيحة او لا لا اذا ركزوا مع امليح في الحالة الابتدائي يشغل او واحد تكون مخملة وفي مرحلة ابتدائية تكون مخملة عند تنشيط اشغول او واحد او واحد ما تبداش حتى لازم تكون اكس مية وابعة منشطة او اكس مية وخمسة منشط عند تنشيط اكس مية وابعة ما الذي يحدث تنشط مرحلة واحد وتخمل عشرة ما رح يحدى شوش يوفي التحكى أم واحد وبيدالي دوران البيصات لتقديم الديلة كما تلاحظون CP1 تسوي واحد وCP2 تسوي واحد واشمعناتها؟ CP1 وCP2 مناشط طبعا أنت هذا شرط يسوي واحد وهذه واحد في سفة تسوي سفة إلا المتمن منها حيطور حيطور من حداش يروح اثناش إذا وش حيصار في هذه الحالة؟ كما تلاحظوا ها CP1 يسوي واحد وCP2 يسوي واحد وبما أنه CP1 يسوي واحد CP2 باروش تسوي وبما أنه CP2 تسوي واحد CP2 باروش تسوي السفر إذا شكورني هي محققة إذا شرط هذا الأول محقق وبالتالي يتطور متمن من حداش يروح لثناش إذا كي تنشط مرحلة ثناش ستتغذي كاو في واحد لمدة أربع ثواني في يوم لأداله كابير لمدة أربع ثواني عندنا انتهاء زمن تأجيل قابلة مستقبل أو شرط محقق ما الذي يحدث؟ تنشط مرحلة 14 وتخمل مرحلة ثناش كي تخمل مرحلة ثناش يغلق إلكتروفان وتنتهي الأشغولة مرحلة الإنتظار تعطي الجواب وتخمل أشغولة واحد وبالتالي تنشط مرحلة ابتدائية عشان وتتوقف الأشغولة لكي تشتغل أشغولة مرة أخرى يجب تنشط أشغولة واحد إكس يسوي واحد وإكس مرحلة واحد ما الذي يحدث؟ تنشط مرحلة 11 وبالتالي يدور المحرك عندما يصل دلو إلى الخزة ماذا تلاحظون؟ CP1 يسوي واحد وCP2 يسوي صفر إذن في هذه الحالة CP1 يسوي واحد وCP2 يسوي صفر وحد فصفر يسوي صفر هذه معانتها غير منشطة وبما أن CP2 يسوي صفر وCP2 بار ماذا يسوي واحد؟ 1 في الواحد يسوي واحد إذن متمن يتطور من مرحلة 11 إلى مرحلة 13 وبالتالي تنشط مرحلة 13 ويجتع كاو في واحد لمدة تي 2 تسوي 2 ثاني أقل من دلو الكبير عند النهاية الزمن تأجي تي 2 المحقق ما الذي يحدث؟ تنشط مرحلة 14 وتخمل 13 كي تخمل 13 يقطع تقضي على أو في واحد في يغلق مرحلة 14 تعطي الجواب لأشغولة واحد وبالتالي تتخمل أشغولة واحد وبما أن أشغولة واحد مخملة X1 يسوي صفر إذن X1 بار ماذا يسوي واحد فتنشط مرحلة ابتدائية وتنتهي الأشغولة إذن هنا هذه الأشغولة متوقفة إذن بعدها من متمن تنسيق الأشغولات تشتغل أشغولة واحد وبالتالي X1 يسوي واحد وبما أن XB4 محققة تنشط مرحلة 11 مرحلة 11 تغذي كأم واحد فيقدم الدلو بما أن CP1 يسوي واحد وCP2 يسوي واحد إذن هذا الدلو الكبير وبالتالي ينشط الفرع الأول ويخمل الفرع الثاني الفرع الأول تنشط مرحلة 12 تغذي كأو في واحد لمدة زمجة 1 أربعة ثواني كافية المل الدلو الكبير فيه تحديد الترفان واحد عند نهاية زمن التأجيد تنشط مرحلة 14 وتخمل 12 تغذي كأو في واحد إذن مرحلة 14 تعطي لجاوب X14 فتخمل أشغولة واحد وبما أن مرحلة 14 منشط X1 محققة تنشط مرحلة الإبتدائية هنا تلاميذ الأعزاء كمنا المثال الأول وخدمتناها رهي صحيحة إذن خدمنا متما تعاقب له أو أو وش معلته وش يدير هذا النظام آلي يملأ الدلو حسب الحجم إذا جاء الدلو الكبير يملأ لمدة أربعة ثواني وإذا وصله الدلو الصغير يملأ لمدة ثانيتين هذا هو التعاقب الأول إن شاء الله وصلتكم فكرة هيا تلاميذ الأعزاء زينا أعطيكم مثال آخر يشبه المثال الأول مهنة وش أعطيتكم ثث ديلة إذا كما كم تلاحظوا هذه مناولة هيكلية متمن قيادة والتهيئة تشغيل آلي وموسط تشغيل قيناهم X104 و X105 ملأ الدلاء في المتمن تنسق الأشغل التي قيناها رقم الثنين من بعدها تلاميذ الأعزاء أحضرنا دفتر شوروت كما كم تلاحظوا دفتر شوروت في إذا كان إذا كان إذا كان إذا كان إذا كان إذا كان 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 ثث مرات وآخر حاجة وأهم حاجة أحضرنا جدول اختيارات التكنولوجيا إذا تلاميذ الأعزاء قبل ما نبدأه نرشبه نعطيكم سيميلاس كما كم تلاحظوا هنا كده كين ملتقط كين ثث ملتقطة CP1 CP2 CP3 لماذا لأنه توجد ثث ديلة إذا كيف يعرف إلكتروفان دلو الكبير وكيف يعرف دلو المتوسط وكيف يعرف دلو الصغير انطلاقا من حالة الملتقطات CP1 CP2 CP3 ركزوا معي إذا كان CP1 يسوي 1 CP2 يسوي 1 CP3 يسوي 1 وما معناته؟ وصل الدلو الكبير فيملأ الدلو لمدة 4 ثواني من بعد تلاميذ الأعزاء لازم يدور بصد لكي يحذر دلو الموالي كما تلاحظوا ما هي حالة الملتقطة CP1 CP2 CP3 CP1 يسوي 1 CP2 يسوي 0 CP3 يسوي 0 وما معناته؟ وجه دلو الصغير إذا CP1 في CP2 بار في CP3 بار إذا فيفتح في هذه الحالة لمدة ثانية من بعد تلاميذ الأعزاء يغلق إلكتروفان 1 ويتم تقديم الدلو كذلك عن طريق البيصات المتحرك عند وصول دلو المتوسط فما هي حالة الملتقطات؟ إذا CP1 يسوي 1 CP2 يسوي 1 CP3 يسوي 0 إذا ما هي حالة الملتقطات؟ CP1 في CP2 في CP3 بار إذا في هذه الحالة كيف يعرف إلكتروفان يعرف باللي وصله دلو متوسط إنتلاقا من حالات الملتقطات CP1 CP2 وCP3 كما تلاحظون دلو المتوسط يملأ لثلاثة ثواني هيا تلاميذ الأعزاء نرسم المتمن تح هذه الأشغولة إذن أول حاجة تلاميذ الأعزاء أن نرسم المتمن من نجة نظر جسد تحكم إذن نروح المنفذات المتصدر نكتب عليها الأفعال والملتقطات نكتب عليها الاستقبالية بعد تلاميذ الأعزاء وش رح ندير رح نصم متمن أشغولة الملأ وكما تلاحظون في المتمن تستغل الأشغولات بعد دراسة متمن تستغل الأشغولات والبحث عن أشغولة ملأ ديلة وجدت ترقيمها يساوي ثنين إذن وش ندير في هذه الحالة نصم مربع وخفي خطين متوزجين نكتب عليها رقم ثنين بعد نصم مرحلة ابتدائية ترقيمها عشرين وش معتها صفر أحد معتها رقم المرحلة ابتدائية وثنين رقم الأشغول بعدها نصم الاستقبالية والاستقبالية هذه تحوش رح تكون الاستقبالية الأولى هي نداء من الأشغولة الثنين على شكل إشارة X2 والإذن الثاني يأتي من متمن قيادة والتهيئة إما عن طريق مرحلتين إما X104 وX105 كما تلاحظون تشغيل آلي هو X104 ومواصلة تشغيل أو طلب توقفني الدورة هي X105 إذا نكتب مع بعض في X104 زين X105 وهذه المرحلة تختلفة جماعة لازم ترحوص على تشغيل آلي لو كانت تلقى مثلا تشغيل آلي رقمها X107 في المتمن قيادة والتهيئة اكتبوا X107 بعدها تلميذ الأعزاء نقرأ دفتر الشروط وما قالنا؟ يتم تقديم ديلا عن طريق بيساط متحرك وعندها وما يعني تها؟ في المرحلة الأولى يوجد فعل واحد وهو دوران المحرك هو دوران البيساط من مسؤول عن دوران البيساط هو المحرك M1 إذن وما نديره في هذه الحالة؟ نكتبه 21 وبعدها نذهب إلى M1 كما يتحكم فيها؟ يتحكم فيها كM1 إذن فعل وهو كM1 كما تكونتكتو قام المحرك والواحد معناتها رقم المحرك إذن سؤال مطروح متى يتوقف المحرك؟ إذن وعند وصول الدلو إلى مكان المال يتم ملقه حسب الحجم من بعدها تلميذ الأعزاء نكمل من رسم ومن بعدها نقرأ دفتر شراء وما قالنا؟ وعند وصول الدلو إلى مكان المال يتم ملقه حسب الحجم إذا كان الدلو كبير في يتم إذا كان الدلو صغير إذا كان الدلو متوسط ثلاثة الثلاثة كَنْ تعالى قوياYeah قويا إذا، فإن من النساخ س inacفérї حتى ثم نريد الإفتاح فما الآن لا أž será بالإفتاح إفتاح فداع Zum بالإفتاح اذا سؤال مطروح كيف نعرف دلو الكبير واذا لاحظنا واذا هي حالة الملتقطة سي بي واحد لاحظنا يستقبل ان يسوي 1 واحد إذا استقبل ان يسوي CP1 وCP2 وCP3 تذهب إلى أدل الصغر بأن التدام إلى الأعزاء والآن أنت لاحظت أن الـCP1 يحل المرنتقات في lasu 1 و ساوى 0-CP2 و ساوى 0-CP3-CP3-CP2-CP2 اخر شيء هو دلو المتوسط ما هي حالة المرتقطات؟ CP1 يساوي 1 و CP2 يساوي 1 و CP3 يساوي 0 معها في البر و CP3 يساوي 0 معها CP3 بار اذا كنتبوه CP1 في CP2 في CP3 بار تلميذ الأعزاء CP2 بار و CP3 بار لازم تديره ليس تقولي في CP1 فقط هو دكتر دلو السغير لازم تديره فيه ثلاثة بار تشغيل المتزم بعد تلميذ الأعزاء بعدما خرجنا الاستقبالية الدلاء في ثلاثة نبدأه في الدلو الكبير إذا الدلو الكبير اشخانه فيتم مملؤه عن طريق كهروس مم OV1 مع انتها فعل الاول لمدة ف مادة 4 ثواني مع انتها واسسل مع انتها كده كانsoفعلين فالحله في صانعين 1 1 4 3 و ف ماذاً تكوني ستحكم به تى 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 التى ليرancy و تى 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 الواحد نأجل المجزoso كامل زمن تأجيل أربعة ثواني وهنا كملنا فرع أول رحوا الفرع الثاني فرع الثاني فهي تم ملء عن طريق كهرو صمم أو في واحد يعني نفس كهرو صمم لمدة ثنين ثانية إذا نروح المنفذات المتصلة تي ثنين مؤجلة الدل الصغر هي تي ثنين وزمن تأجيل تحق ده يسوي ثنين ثانية إذا نصمم مرحلة ثلاثة عشرين نكتب فيها كا أو في واحد يدور لزمن تأجيل تي ثنين معجي سكيل هي الفعل والاستقبال يتحق متى يغلق إلكتروفان عند نهاية زمن تأجيل وشو زمن تأجيل تي ثنين ميني سكيل لمن زمن تأجيل مرحلة إكس ثلاثة عشرين كم زمن تأجيل ثنين ثانية وهنا كملنا فرع ثاني وكملنا بالاستقبالي بسكو هذا تعاقب أو جمع لازم نبدأه باستقبالي ونخلصه بالاستقبالي رحوا آخر احتمال إذا كان دلو متوسط فيتم ملءه عن طريق كهرو صمم أو في واحد نفسه لمدة ثلاثة ثواني رح نحوص على مؤجلة دلو متوسط كما كتلاحظوا مؤجلة دلو متوسط هي تي ثلاثة وزمن تأجيل يا الهي درعون ماذا يساوي في الملتقطه يساوي ثلاثة ثواني إذا نشمه مرحلة 24 ونسمي هنا كا أو في واحد لمدة زمن تأجيل تي ثلاثة متى يغلق كا أو في واحد عندها نهاية زمن تأجيل تي ثلاثة إلا تي ثلاثة talk is talking x 24 slash ثلاثة 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 بعدت الميذ الأعيزة هنا كما أنكو الشي وكملنا برى في هذه الاحالة نغلق��لra organsثل على طريق التقارب إذا ماذا ندير في هذه الحالة نشتم هذ المنشد هذه الخطوط ونبعدها تقارب وأو بهذا الش وهنا وش ندير ومن ديروش استقبالية أطنسيو بما أنه 22 جي استقبالية و23 جي استقبالية و24 استقبالية من بعد هذو كاموش يجي بعدهم يجي مرحلة لكي تصبح قواعد تطور متمن صحيحة إذن ها 22 استقبالية 25 23 استقبالية 25 24 استقبالية 25 إذا خدمتها صحيح علازة مرحلة 25 لأنه متمن وشغلة يجب أن ينتهي مرحلة الانتظار هذه المرحلة 25 تعطي جواب هذا الجواب على شكل إشارة هي X 25 20 وهذه المرحلة الانتظار تنتهي بالاستقبالية بما أنه استقبالية هنا X 2 هنا وش حتكون عكس تاحها X 2 برش معتها غيب نداء لشغلة 2 وبعدها نغلق التعاقب الأو نرجع الحالة الابتدائية ونرسم المثلث التوجيه أو سهم التوجيه تلاميذ الأعزاء هنا وصلنا نهاية الحصة وعرفنا طريقة رسم تعاقب الاختياري الأو وقلنا كيف تعرفها كيقول لك هنا عملية أولى أو عملية ثانية والعملية هي مجموعة من مراحل وعملية ثانية مجموعة من مراحل والله وش يقول لك ما يقول لك ش عملية يقول لك يا هذا النظام يحتوي على فرعين الفرع أول يحدث فيه كذا كذا أم أو فرع ثاني يحدث فيه كذا كذا والله وش يقول لك ما هنا إذا كان فيحدث كذا كذا أو كان فيحدث كذا كذا أو كان يحدث كذا كذا إذا وش معانتها في كل فرع لازم أفعال متسلسلة وهنا تلاميذ الأعزاء وصلنا نهاية الحصة وما أبقى علي نقول لكم غير سلام شكرا